اشتركوا في القناة صباح الفأل والدنيا تنادي هنا البدلات باذل واجتهاد هنا الإبداع تعسمه الأياد هنا ابتدأت حكايات النجاح نسطرها بجد واجتهادي صباح الحب والقمر يشادي صباح النفحه فل وكادي صباح الجد والعزمات فينا صباح الفأل والدنيا تنادي صباح الفأل والدنيا تنادي هنا يبنون بالعلم نفوسا هناك غدا سنعمرها بلادي ونخدم أمة ونصون دينا ويطغى النور من بعد السوادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصة اليوم سنتعرف على درس جديد من دروس علوم اللغة الدرس الثالث من علوم اللغة وهو درس الأمر والنهي والذي سنرى فيه تعريف أسلوب الأمر والنهي ثم خطاطة صياغ الأمر والنهي فخطاطة الأمر والنهي الاستلزامي وأخيرا تطبيقات كتابية إذن تعريف الأمر والنهي أسلوبانيا درجاني ضمن الجمل الإنشائية الطلبية صيغتهما هي إذن الأمر والنهي كما سبق ورأينا أنهما يندرجان ضمن الجمل الإنشائية التي لا يحتمن مضمونهما الصدق أو الكذب وصيغتهما هي إذن سنرى صيغة أسلوب الأمر والنهي الحرفي والمقصود بالحرفي بمعنى الحقيقي في هذه الخطاطة الأولى الأمر والذي يكون من أعلى إلى أدنى بمعنى إذا أردنا أن ننشئ أسلوب أمر حرفي والمقصود بحرفي كما سبق وقلت وهو حقيقي فيجب على الأمر أن يكون أعلى درجة من المأمور بمعنى أن يكون الخطاب من أعلى إلى أدنى وصيغ أسلوب الأمر هي فعل الأمر فعل الأمر كما تعرفون مثل أكتب إجلس إقرأ إنتبه إلى غير ذلك من أفعال الأمر هناك صيغة أخرى نقوم بواسطتها إنشاء أسلوب الأمر وهو المضارع المتصل بلام الأمر المضارع والذي اتصلت به لام الأمر إذن هذه هي اللام ثم جاء بعدها الفعل مضارع تكتبه لتكتب الدرسة لتكتب الدرسة فعل مضارع اتصلت به هذه اللام التي هي لام الأمر فصارت الجملة تدل على الأمر لتكتب الدرس لدينا صيغة أخرى من صيغ أسلوب الأمر وهي اسم فعل أمر اسم فعل أمر سمي بإسم لأنه لديه خصائص الإسم يمكن أن يكون منونا مثل أف تنويل الكسر أف يمكن أن يكون منونا والتنويل كما نعرف أنه يلحق الإسم ولا يلحق الفعل وسمي بفعل لأنه يدل على حدث لأنه يدل على حدث عندما نقول أف فهو يدل على معنى التضجر معنى أتضجر أف بمعنى أتضجر وكذلك صه بمعنى أسكت صه بمعنى أسكت ثم ماه ماه بمعنى توقف ماه بمعنى توقف إذن هذه هي صيغ اسم فعل الأمر اسم فعل الأمر أف وصه وماهن لدينا الصيغة أخيرة لأسلوب الأمر وهي المصدر النائب عن فعل الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر مثل انتباه قيام وقوف جلوس إلى غير ذلك من المصادر التي تدل على أمر شخص بشيء ما الأسلوب الثاني الذي هو أسلوب النهي أسلوب النهي يكون كذلك هو من أعلى إلى أدنى يجب على الأمر أن يكون أعلى درجة من المأمور وصيغته هي حرف النهي لا حرف النهي لا زائد الفعل المضارع حرف النهي لا زائد الفعل المضارع مثلا لا تغادر لا تذهب لا تأتي متأخرا إذن فعل مضارع زائد لا مراحضة يتحقق أسلوبا الأمر والنهي الحرفي باحترام صيغة الأسلوب وشرط الاستعلاء إذن نحترم في البداية صيغة الأسلوب بمعنى أن ننشئ أسلوب الأمر بإحدى هذه الصيغة الأربعة ثم أن يكون كذلك شرط الاستعلاء والاستعلاء والاستعلاء المقصود به وهو أن يكون الآمر الآمر أعلى أعلى درجة من المأمور الاستعلاء والمقصود والمقصود به أن ينشأ الأمر من أعلى إلى أدنى وبهذا نكون قد وصلنا إلى الخطاطة الثانية وهو الأمر الاستلزامي الأمر الاستلزامي ما نقصد به الأمر الاستلزامي؟ الأمر الاستلزامي هو ضد الأمر الحرفي إذن قلنا سابقا أن الأمر الحرفي هو وهو الأمر الحقيقي أن هنا فالأمر الاستلزامي فهو غير الحقيقي الأمر غير الحقيقي ونجد أنفسنا في الأمر الاستلزامي إذا اختل شرط الاستعلاء إذن شرط الاستعلاء إذا اختل يصبح أو تصبح الجملة لديها معاني أخرى أو معنى آخر غير المعنى الحقيقي المفهوم من الجملة إذن يفهم منها شيء آخر إذا اختل شرط الاستعلاء يصبح أسلوب الأمر له أغراض أخرى مثلا الالتماس والالتماس بمعنى أن الوضعية متساوية الوضعية بين الآمر والمأمور متساوية مثلا عد يا أخي لدينا فعل الأمر الذي هو عد ولكن هذا السياق الذي جاء بعد الفعل الذي هو يا أخي يبين لنا أن شخصا يتحدث مع أخ له وبالتالي فهو لا يأمره حقيقة وإنما يلتمس منه العودة لأن الوضعية بين الطرفين هي وضعية متساوية لدينا أسلوب آخر يفهم من الأمر الاستلزامي معنى آخر يفهم من الأمر الاستلزامي وهو الدعاء والطلب الدعاء والطلب وهذا يكون من أدنى إلى أعلى من أدنى إلى أعلى إذا كان الشخص الذي يخاطب أو الذي يأمره هو أدنى أدنى درجة لنا المأمور فهنا نفهم من السياق أنه يفيد الدعاء والطلب على سبيل المثال قوله تعالى في صورة الفاتحة فنحن عندما نقرأ هذه الآية في صورة الفاتحة عندما نقول وبالطبع نحن نتحدث مع الله تعالى عندما نقول لله تعالى فإهدنا الصراط المستقيم فنحن لا نأمره حقيقة لا نأمره أن يهدنا الصراط المستقيم وإنما نطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم وكذلك الدعاء دعاء نطلب منه وندعوه أن يهدنا الصراط المستقيم أسلوب آخر وهو أسلوب تمني التمني وهو أن نتمنى شيئا لا يمكن أن يتحقق إذن ويكون كذلك مع الشيء دائما يكون مع الشيء إذن هنا كما لحظتم أعزائي تلامين الالتماس يكون عندما تكون رضاية متساوية الدعاء والطلب يكون إذا كان الآمر درجة من المأمور والتمني يكون عندما نخاطب شيء يكون مع الشيء على سبيل المثال عد يا شباب إذن شباب هل هو عاقل حتى أتحدث معه لا يمكن وكذلك هذا الشباب هل يمكن للشباب أن يعود لا يمكن أن يعود إذن فهذا الأمر يفيد التمني عد يا شباب واذهب يا شيب اذهب يا شيب إذن لهذا قلنا أن هذا الأسلوب في هذه الجملة هو يفيد التمني لدينا أسلوب آخر من الأساليب الاستنزامية وهي الترغيب والحث على السعي نرغب الشخص في القيام بشيء ونحطه ونشجعه ونحطه على فعل شيء ما مثلا سعيا إلى النجاح سعيا إذن هذا هو أسلوب الأمر الذي هو مصدر سعيا لكن عندما قلنا له إلى النجاح يفهم بأننا نحطه على السعي ونرغبه في العمل جيدا والدراسة جيدا حتى ينجح سعيا إلى النجاح وبالمناسبة فأنا أتمنى لجميع تلاميذ النجاح في الامتحان الجهوي وبمعدلات جد مرتفعة أسلوب آخر أتخير أتخير نخير الشخصة بين شيء وشيء آخر مثلا خد قلما أو مصطرة خد قلما أو مصطرة ننتقل إلى أسلوب آخر وهو الأسلوب السادس من أساليب الأمر الاستنزامي وهو أسلوب التحقير إذن أسلوب التحقير إذن نحتقر شخصا تحقير مثل هذه الجملة دعي النجاح لأصحابه دعي النجاح لأصحابه إذن هنا كما نلاحظ عندما نتحدث مع شخص ونقول له دعي النجاح لأصحابه بمعنى أنه ليس مؤهلا للنجاح ربما لأنه يتهاون في دراسته أو لأنه لا يراجع دروسه لذلك قلنا له دعي النجاح لأصحابه هنا معنى آخر وهو التوبيخ التوبيخ قال لابنه دعي النجاح لأصحابه دعي النجاح لأصحابه إذن هنا قلنا التحقير دعي النجاح لأصحابه إذا كانت الوضعية متساوية إذن عندما يقول شخص لصديقي دعي النجاح لأصحابه بمعنى أنه يحتقره إذن تحقير أما عندما يتحدث الأب مع ابنه فهذا يأتي بمعنى التوبيخ لأن الأب لا يمكن أن نتصور أنه يحتقره ابنه وبالترفة ويوبخه إذن التوبيخ قال لابنه دعي النجاح لأصحابه وأخيرا السياق هو الذي يحدده غرض أسلوب الأمر وبالتالي فهو مهم جدا مثلا قال لصديقي دعي النجاح لأصحابه إذن يفيد التحقير قال لصديقي إذن قال لصديقي هذا هو السياق والذي يبين نفس الجملة دعي النجاح لأصحابه إذا قالها الشخص لنفسه يحبط الشخص يحبط نفسه ويقول دعي النجاح لأصحابه مفهوم إذن عليكم يا أحباء التلاميذ أن تهتموا كذلك بهذا السياق هو الذي يحدد المعنى الاستزامي للجملة التي تكتبون وبالتوفيق لكم في الامتحان الجهوي ونكون بهذا قد وصلنا إلى الخطاطة التالتة وهي النهي الاستزامي قلنا الاستزامي بمعنى غير الحقيقي النهي الاستزامي بمعنى غير الحقيقي إذا اختل شرط الاستعلاء وقلنا أن الاستعلاء وهو إذا وهو أن يكون النهي من أعلى إلى أدنى إذا اختل هذا الشرط الذي هو شرط الاستعلاء يصبح أسلوب النهي له أغراض أخرى مثل الالتماس بمعنى الوضعية متساوية بين المخاطب والمخاطب فمثلا عندما يقول شخص لأخيه لا تذهب يا أخي لا تذهب يا أخي إذا لا تذهب هذا أسلوب نهي يوجد توجد الأدات هنا لا زائد الفعل المضائع الذي هو تذهب فتعطينا تعطينا أسلوب النهي الذي هو لا تذهب ثم بعد ذلك جاء بعده يا أخي هذه العبارة يا أخي هي التي تدل على ماذا تدل على سياق بمعنى من يتحدث مع من إذن شخص يتحدث مع أخي لي وبالتالي فمعنى هذه الجملة هو معنى استنزاميا بمعنى غير حقيقي المعنى الثاني أو الغرض الثاني وهو الدعاء والطلب الدعاء والطلب وهو مثل ما سبق وقلنا من أدنى إلى أعلى مثلا لا تحرمنا الجنة يا رب إذن لا تحرمنا هنا أسلوب نهي أدات لا نهي أدت نهي لا زائد الفعل المضارع تحرمنا ثم الجنة يا رب ففهمنا أننا نتحدث مع الله سبحانه وتعالى من أدنى إلى أعلى وبالتالي فالأسلوب هو أسلوب نهي استنزامي يفيد الدعاء والطلب لدينا أسلوب آخر وهو التمني ويكون مع الشيء مثلا لا تذهب يا شباب ولا تأتي يا شيء لا تذهب لا تذهب يا شباب بمعنى سن شباب ولا تأتي يا شيء لا تأتي يا شيء لدينا أسلوب آخر هنا وهو الترغيب الترغيب والحط على السعي مثلا لا تيأس فالنجاح بانتظارك لا تيأس فالنجاح بانتظارك عندما نقول هذه الجملة إلى شخص فهو يفهم أننا نرغبه في النجاح ونحطه على عدم ليأس وأن ينجح غرض آخر من الأساليب التي تنتمي إلى الأسلوب الاستلزامي أسلوب النهي الاستلزامي وهو النصح والإرشاد النصح والإرشاد مثلا لا تكون رطبا فتعصر ولا يابسا فتقصر إذن كتبت فقط الجملة الأولى لا تكون رطبا فتعصر لا تكون رطبا فتعصر ولا يابسا فتقصر إذن ننصح الشخص أن تكون معاملته ليست رطبا كثيرا ليست مبالغ فيها في لأدب مع الناس كثيرا فيعصره الناس فيعصره المجتمع غرض آخر وهو التيئيس التيئيس بمعنى نجعل الشخص يائسا فنقول له لا تحاول الوصول إلى النجاح لا تحاول الوصول إلى النجاح الشخص عندما يسمع هذه الجملة فهو ييئس أسلوب توبيخ قال لابنه لا تحاول فأنت كسول إذن توبيخ لا تحاول فأنت كسول يوبخه السياق هو الذي يحدد غرض أسلوب النهي وبالتالي فهو مهم جدا مثلا إذن سياق قال لصديقي لا تحاول النجاح فأنت كسول هنا لدينا بمعنى التحقير التحقير لأن الشخص يتحدث مع صديق والصديق يفهم من قول صديقه أنه يحتقره التحقير وهناك معنى آخر وهو التحبيط يحبط الشخص نفسه عندما يقول لها لا تحاول النجاح فأنت كسولة يا نفسه وبهذا نكون قد وصلنا إلى تمارين تطبيقية أسئلة وحلول أميز بين الأمر والنهي الحرفي من الاستلزام في الجمل التالية قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أسلوب أمر استلزام يفيد الدعاء والطلب يفيد الدعاء والطلب لأننا نحن أقل درجة من الله تعالى بالطبع جمرة أخرى قال لابنه اهتم بدروسك فهي مفتاح مستقبلك اهتم بدروسك فهي مفتاح مستقبلك في نظركم أعزائي تلاميذ عندما قول أب لابنه اهتم بدروسك فهي مفتاح مستقبلك بماذا سيحس الابن إذن سيحس الابن أن أباه يشجعه يحثه على السعي ويرغبه في الاجتهاد وبالتالي فأسلوب هذه الجملة هو أسلوب أمر استلزام يفيد الحث على السعي أو الترغيم لدينا جملة ثالثة وهي عودي يا أيام الطفولة عودي يا أيام الطفولة إذن هنا الفعل فعل أمر عودي مع من نتحدث مع أيام طفولة وأيام طفولة شيء غير عاقل وهل يمكن أن تأتي هذه الأيام لا يمكن إذن فنحن نتمنى وقلنا أن التمني يكون مع التحدث مع الشيء أسلوب أمر استلزامي يفيد التمني يفيد التمني جملة رابعة وهي جملة ابحث في الكتب أو مواقع الأنترنت بمجرد رؤيتكم هذا الحرف أو فأنتم تفهمون أنه نخير نخير الشخص وبالتالي فهذه الجملة تحمل غرض التخير أسلوب أمر أسلوب أمر استلزامي يفيد التخير جملة خامسة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله إذن لا تنهى هنا كما تلاحظون لا بمعنى النهي لا تنهى لا بمعنى النهي لكن هذا النهي ماذا يفيد إذن فهو أسلوب نهي حقيقي أسلوب نهي حقيقي لأن الجملة لا تحتوي على أي شيء يبين مع من نتحدث من يتحدث مع من وبالتالي فهي أسلوب نهي حقيقي بمعنى نهي حرفي أما إذا وجدتم مثل هذه الجملة في الامتحال الجهوي وقالوا لكم حددوا الأسلوب الاستلزامي الموجود في هذه الجملة فهذا يعني أنكم عليكم أن تبحثوا عن المعنى الاستلزامي من الجملة معنى الاستلزامي من والجملة وهذه الجملة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله سنقول أن معناها إذا تحدث الشخص مع صديقي فهذا بمعنى النصح والإرشاد أما إذا تحدثنا معه وكنا في حالة غضب فنحن نوبخه خاصة إذا قام بعمل قبيح وفي الختال آمنوا أن تكونوا قد استفدتم خلال هذه الحصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا